السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متتبعاتي من جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سترى معي واحد طويجين ديال الخرشوف يأتي رائع بزفة الطويجين كنتم من تجربوه ان شاء الله وينال اعجابكم وندزو المقادر سنحتاج ان شاء الله لواحد جوج ديال بصلات مفرومين سنحتاج لواحد شوية ديال الدجاج انا هنا استعملت الدجاج يمكن لكم استعملوا اللحم لان الخرشوف كيتماشى مع اللحم بزف هنا غدي نحتاج واحد شوية ديال الخرشوف واحد يعني قبطات ديال الخرشوف تنقيوها مزيان تنحيدوا لذلك الخيوط اللي كيكونوا فيها هنا يا عندي شوية ديال زيتون حامض مصيار وبنسبة التوابيل غنستعملوا الخرقوم سكنجبي الملح والابزار وواحد جوج ديال التومات ان شاء الله غدي نبدوه بالخرشوف هو اللويل غدي نعملوه في واحد نجرة بحالة كده غدي نسلقوه لانه ضروري كيحتاج انه يتسلق باش كي يعني كيرطاب نحن في الطاجين ما ديش يطاب لينا بزيان كنضيف معا واحد شوية ديال البصل يوحد جهد جوجة المعالق ديال البصلة وغدي نضيف له شوية ديال التوابيل نضيف غير ملح وشوية ديال الخرقوم الملح وشوية ديال الخرقوم فقط تدشيل غدي نضيفه كيف كتشوفه معايا كنضيف شوية ديال الملح وغدي نضيف هنا واحد شوية ديال زيتون وحد أربع كاس ديال زيتون وغضي نمرق على هاد العناصر ونخلي هاد الخرشوف كي طيب مزيان على خاطره كنغطيه عليه وتنخليه واحدة كي طيب هاد المديالو اللي غضي يبقى في الاخير فاحنا كنا نسقيه به طاجين دينا يعني ما غضي شي ضيع فهاد طريقة زوينة بزاف كنتمنى تجربوها وغضي ينجح معكم الخرشوف انا من المحبين دي الخرشوف صراحة كي يجبني بزاف فهاد طريقة هادي كي يجي بها يعني طايب وبنين هنا كنغطي ورات نجرة دينا وكن نزول لطاجين قد نظيف هنا يوح شوي ديال ذاك شي بقى لي ديال الباصل كننظيفه هنا في الطاجين بعد ما كنديرو حوية ديالزيت بلدية كيف مشته قبل ما كان نزيل الطاجين يصخل ف blanket انتهين طاجين ديالي مزيان بالزيت هو اللي نضيف البصل نضيف التوابيل التوابيل الخرقوم الملح والإبزار نضيف فوق الدجاج سوف نضيف جوش الدريسة سوف نقوم بإمكانهم سوف نضيف الدجاج لأن دجاج وليدتي لا أريد للحم بالتأكد لكن أجد وليدتي لا أريد فمضي يضيق لأنه نقوم بإمكانهم فلحته وهو اللي غادي ندير هنا يا فوق من البصل وغادي نضيف دوك الشي اللي بقالية ديال التوابيل نضيفه من فوق هاد الدجاج وغادي نضيف القصفور المعدنوس غادي نشحر مزيان اهم خطوة في الطاجين هو تشحر مني كيتشحر العناصر مزيان فكيتشحر علينا واحد طاجين بنين ومعلك والمرقة ديالو كتكون خاطرة هنا قد نضيف شوية ديال المصير غير اللوب ديالو كيف كتعرفوا الخرشوف كيبغي بزاف يعني الحوامض كندفوا معا شوية ديال المصير الحامض المصير اللي ما عندوش هنا الحامض المصير فيمكن ليكتفي غير بالعاصر ديال الحامض يعني كيضيف منه غير واحد شوية هنا دوك التوابيل يبقات ليه كنضيفهم من الفوق وتنخلي الطاجين ديالي كيتشحر مزيان عاد كنبقوا ونقلبو فيه نقلبو دك التاجاج نغطيه على الطاجين ديالنا وتنخليه جانبا تكي طيب نزيان يعني الدجاج كيبدا يتشرب لنا العناصر وكي طيب شوية هنا قد ندوز نشوف الخرشوف في نوصل فغادي يكون دباب دكي طيب نزيان غادي نخلي ما ديش نعود نغطي عليه غادي نضيف لي واحد شوية ديال عاصرة الحامض كيف هتشوفوا معايا غادي نضيف لي واحد شوية ديال عاصرة الحامض وغادي نغطي عليه ونخليه ندوزو الطاجين ونشوفو نعودو نحرقو الطواجين ديالنا نشوفو دك الدجاج يعني بدكي يطيب لنا لانا عندنا غي الدجاج فضغية كي طيب ما ديش يخد الوقت بسف هنا غادي نمرق واحد شوية ديال الفول غادي نضيف لي واحد شوية ديال الفول فالفول كي جيزوين بززاف هاد الطواجين هادا كيف كتشوفو معايا غادي نضيفو هكذا من الفوق هاد الفول راني ديجا كنت تاقباهي يعني كندلي واحد تقيبة مججن و باش كيد يدخلو الطيب مزيان غادي نشوف ديالنا ره طعب هنيا وحتى المرق ديالو انشوف مزيان غادي ننسقطروا بحالة كدف واحد البرماء وواحد الكسكاس وغادي نحتفظ بذك المرق ديالو و باش غادي نعود نسقطر طاجين بعد ما غادي نستف هاداك الخرشوف غادي نستفوه في الطواجين كيف كتشوفو معايا على هادا الطريقة وبنسبة للملح البنات حاولوا تضلوا البال لان عندنا هنال حامض مصيار وعندنا الزيتونته وغادي نضيفوه فهو مالح فحاولوا ما تكتروش الملح يعني غير شوية صافي وهنايا بعد ما استفت خرشوف ديالي فغادي نزين ذاك الواسط ديالو بالزيتون كيف كتشوفو استعملت هنا الزيتون الأحمر والأخضر وصافي غادي ندير الحامض مصيار من الفوق وغادي ذاك المرق اللي بقالية ديال خرشوف هو باش غادي نسقي هادا الطواجين وكنخليه يزيدي طيب يكمل طيب ديالو على عافية كتكون هنا يا العافية مجاهدة باش كيشرب لنا ذاك المرق ضغية وكتختر لنا ذاك المريقة مزيان كيجي واحد طواجين ملبي ما كيجيش يعني المرق ديالو جاري كيف كتشوفو معايا هذا هو الطواجين فكن نكونوا مجاهدين العافية باش كنخليوه تشحر مزيان وصافي بعدما طواجين فكن قدموه على هادا الطريقة هادي وكنتمنى ان شاء الله هنا لإعجابكم هادا الطواجين وتجربوه ويبانوا العاشقات ديال الاخر شوف هنا يا عندي في هادا الفيديو خليوا لي التعليق ديالكم ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله